أهلا بك ستورت نتحدث عن الانقصام ربما وهو أبرز ما كان المحللون يبقون أعينهم عليه ستة يريدون تثبيت أسعار الفائدة وثلاثة يرون بأنه يجب الرفع بربع نقطة إضافية ما رأيك قرار اليوم كان إلى حد كبير متوقعاً في السوق ولنتذكر أنه في اجتماع سبتمبر كنا أمام خمسة أعضاء صوتوا لصالح إبقاء الفائدة كما هي والبيانات الصادرة منذ ذلك الوقت لم تكن جيدة في اقتصاد المملكة المتحدة في النمو ما زال يشير إلى ركود وسوق العمل تظهر بعض الضعف المتراكم ونمو الأجور الذي شكل مشكلة لبنك أنجلترا ظل يفقد زخمه إذن سيكون من الصعب على هؤلاء الأعضاء الخمسة أن يغيروا رأيهم وأن يرفعوا الفائدة اليوم لذلك يجب أن نتذكر أن جون كونلي أحد الصقور في اللجنة ترك اللجنة وحلت مكانه سارا بريدين وهي إلى جانب البنوك لذلك من غير المرجح أن تصوت ضد مديرها أندرو بيلي إذن التصويت بستة مقابل ثلاثة كان متوفقا مع توقعات سوق إلى حد كبير وكان يجب أصلا أن يكون متوقعا يبدو أن العديد من المحللين يتوقعون أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند خمسة وربع على الأقل حتى النصف الثاني من عشرين أربع عشرين ما هي توقعاتك؟ هل ترى أننا لن نرى أي خفض لألفائدة قبل النصف الثاني من العام المقبل؟ هذا سؤال لافت بنك إنجلترا يواجه حاليا معضلة في السياسات في مؤشر أسعار المثالكين لشار الماضي وجدنا أن الضغط التضخمية عنيدة ولم تهبط الأرقام ومكون الخدمات ارتفع بصور فاصل واحد في المئة في التضخم وفي الوقت ذاته أرقام النمو في المملكة المتحدة تبدو ضعيفة نسبيا وبنك إنجلترا بحد ذاته يتوقع احتمالا من نسبة 50% أن نرى ركودا والأسواق تعتقد أن الاحتمال أعلى إذن بنك إنجلترا سيعتمد على البيانات من الآن فصاعدا وإذا بدأ مؤشر أسعار المثالكين بالتراجع بسرعة أكبر هذا يعني أنهم سيخفضون فهذا في أسرع وقت لتحفيز النمو ولكن إذا ظل مؤشر أسعار المثالكين عنيدا ولم ينخفض فإن بنك إنجلترا لن يكون لديه أي خيار إلا تثبيت السياسة لفترة أطول وبما أن البنك أخطأ في قراءة التضقم قبل عامين وقال لنا مؤقت فبالتالي هو لا يريد للتضقم حاليا أن يتسارع من جديد ضمن الدورة ذاتها وبالتالي هذا يعني أن بنك إنجلترا سيتوقع الحذر مستقبلا بمقدار أكبر لذلك في محاضر الاجتماعات اليومهم ألمحوا إلى أن السياسة يجب أن تظل متشددة لفترة طويلة من الزمن أيضا في تصريحات في البيان بنك إنجلترا الحديث بأن هناك أدلة إضافية بأن الرفعات المتتالية والآن نحن عند أعلى مستوى في 15 عام تؤثر على نسبة النمو بالنسبة للاقتصاد البريطاني وأيضا التصريحات بأن بنك إنجلترا يرى فلات جي دي بي في الربع الثالث يعني ثبات في نسب النمو للربع الثالث ما رأيك بهذه الأرقام وهذه التصريحات هناك احتمال أن يكون النمو جامدا بل في العام المقبل هناك احتمال أن نرى انكماشا في الناتج المحلي الأجمالي حتى الآن استهلاك أو ثقة استهلاك العائلات كان داعما لكن مبيعات التهزية أشارت ربما أننا نقترب من نهاية الدعم للنمو وبسبب أهمية الاستهلاك المحلي في اقتصاد المملكة المتحدة وإذا استبعد هذا الأمر فإن النظرة المستقبلية تصبح أسوأ بكثير وفي بيانات الاستطلاعات هناك إشارة إلى التدور في النظرة المستقبلية وبالتالي بنك إنجلترا على حق في تقييمه بأن النظرة المستقبلية للنمو وبصورة متزايدة تبدو سيئة أنا شخصيا أتوقع ربما أن نرى تراجعا دون مستوى الصفر في النمو في الربعين الأول والثاني من العام المقبل استوارت باقي تقريبا دقيقتين قبل أن نذهب إلى المؤتمر الصحفي لأندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أودت رأيك اليوم تابع أو حضر الاجتماع كمراقب بن بيدنانكي والذي كان محافظ الفيدرالي الأمريكي الأسبق سبب وجوده برأيك وما الذي يمكن أن يضيفه إلى الاجتماعات أيضا كمراقب هو الخبر يأتي بأنه كان مراقبا لهذه الجلسة بن بيرنانكي عين من السليطات البريطانية لمراجعة سبب فشل بنك إنجلترا في إبقاء التضاقم قريبا من مستهدفه عند الاثنين في المئة وما هي الأخطاء التي ارتكبت التي سمحت للتضاقم بصورة إلى المستوى المرتفع فالتضاقم في المملكة المتحدة كان أعلى بكثير من المستويات التي يعيناها في الدول المتقدمة وكان هناك حديث عن العمليات الداخلية والنماذج المستعملة وأنها قد لا تكون جيدة وبالتالي سمح لبين بيرنانكي بأن يراجع البيانات وحضور اجتماع اليوم سيسمح له بالحصول على نظرة أقرب عن طريقة عمل بنك إنجلترا وكيف يتخذ قرارات الفائدة في كل اجتماع لسياسة النقدية بما يسمح له بصياغ التقرير يقترح فيه تغييرات محتملة لدى بنك إنجلترا بما سيفعله مستقبلا على أمل ضمان أن لا يكرر الخطأ الذي ارتكبه سابقا في الحكم على التضاقم الآن أيضا إذا أمكن أن نعلق سريعا على ارتفاع الجنيه السرليني الذي وصل مجرد الإعلان عن هذا القرار إلى أعلى مستوى لجلسة اليوم ما رأيك؟ صحيح أن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعا لكن لجنة سياسة النقدية اليوم حاولت أن تؤكد على أن الفائدة صحيحا مثبتة لكن ليس هناك احتمال لتغفيف التشريد في سياسة النقدية قريبا وبالتالي كان السرليني يتمتع بالفروق في الفائدة مع العملات الأخرى لذلك هو حظي بالدعم اليوم بعد الإعلان نراجع معا ما حصل منذ الإعلان حتى الآن أندرو بيلي قال بأنه من المبكر جدا التفكير في خفض أسعار الفائدة الجنيه للسرليني يصل إلى أعلى مستوى لهذا اليوم بعد الإعلان البنك إنجلترا يحافظ على سعر الفائدة عند 5.4% وهو أعلى مستوى في 15 عام التصويت كان ستة إلى ثلاثة ستة مع التثبيت أسعار الفائدة عند هذه المسويات وثلاثة مع المزيد من الرفع النسبة الأكبر تحدثت أو وافقت تفقت على القرار ورأت بأنه متوازن نوعا ما ولا حاجة للمزيد من الرفع في هذه اللحظات إذن شكرا لك ستوارد كور كبير والاقتصاديين في أكوتي كابيتل كنت معنا من لندن